جعلنا هذه الحلقة كاملة من بدايتها نهايتها نحل مجموعة متعددة ومتنوعة من مسائل وراسة بداية من أول جزء فيها قانون مندل الأول ومنتهيا إلى الصفات المتأثرة بالجنس فعنا ناخد عدد من المسائل نشرح الفكرة بس نشتازي نحلها لفاتل آخر مجرد نشرح الفكرة ومن تستحق أن هي نقدر نحلها أخيرا نحلها ومن وجدنا أنها لا تستحق أن نكملها فنقدر نكملها تعال نشوف أعزائي الطلبة أول مسألة من مسائل علم الوراثة مسألة بالطبع هتكون على قانون مندل الأول ونشوف المسألة بتقول إيه فصر على أسس وراسية واحد تزاوج زكر فقر اسود مع أنسى سوداء اللون فكان الناتج ثلاثة ربع اسود وربع بني يعني نسبة ثلاثة إلى واحد لما أحب أحل المسألة ديت أنا أعرف أن عندي الزكر يعتبر اسود والأنسى سوداء دي علامة الزكر ودي علامة الأنسى الزكر الأسود والأنسى السوداء وهي الصفة السائدة عشان تنتج لي تلاتة الواحد يبقى لازم يكون تركبهم الجيني وليكن بي كابتل بي سمول بي كابتل بي سمول كلا هما هجين فنقول بي كابتل بي سمول ده تركيب مع بي كابتل بي سمول ده تركيب الجيني التالي وبقول ده البي إيه الإحتمالات اللي عندي في الأمشاج طالما ده قانون مندي للأول بسمي ده انعزال العوامل أنا بعملي دلوقتي بعمل انعزال العوامل في الأمشاج فانعزل البي كابتل عن البي سمول وانعزل البي كابتل عن البي سمول البي كابتل بي سمول دول انعزلوا في أمشاج مذكرة وهي الحانة منوية والبي كابتل بي سمول دول انعزلوا في أمشاج مؤنسة إذن ده معده يديني بي كابتل بي كابتل اسود ده معده بي كابتل بي سمول اسود ده معده بي كابتل بي سمول اسود لكن ده معده بي سمول بي سمول يعتبر رمادي إذن أو إذا كانت بالنسبة لي النسبة بني فأقول عليه بني يبقى عندي هنا الثلاث تربع الناتج اللي عندي يعتبر اسود وعندي ربع فقط هو البني أي كانسبة ثلاثة إلى واحد مسألة سهلة وبسيطة لأننا هنا في الحالة دية أنا بطبق قانون مندب بشكل مباشر إذا تزوج فرضان يحمل كل منهما الصفة السائدة وكلهما هاجين طبعا تعرفين يديني نسبة 75% إلى 25% تعال نشوف مسألة تانية بتقول تزوج رجل ضيق العينين من امرأتين تزوج رجل ضيق العينين من امرأتين كلهما متسعة العينين فأنجبت المرأة الأولى نسل كله متسع العينين وأنجبت المرأة الأخرى نسل نصفه متسع ونصفه ضيق العينين واضحة قوي المسألة اللي هي رقم 2 نقرأها تاني تزوج رجل ضيق العينين من امرأتين كلاهما متسعة العينين فأنجبت المرأة الأولى نسل كله متسع العينين وأنجبت المرأة الأخرى نسل نصفه متسع العينين والنصف الآخر ضيق العينين يبقى واضح هنا زي ما تعودنا في قانون من دل من هي الصفة السائدة العيون المتسعة سائدة على العيون الضيقة تمثل حالة اسمها سيادة تم الرجل كان ضيقا فدائما هو من يحمل الصفة المتنحية فلو قلت ان الراجل او الزوج كان ضيق العينين طب زوجته الأولى المرأة بالنسبة له الزوجة الأولى ضيق العينين انتوا عارفين دايما دابلو سمول دابلو سمول لأنه صفة متنحية المرأة الأولى التي انجبت نسل باكمله متسع العينين كانت دابلو كابتل دابلو كابتل لماذا؟ لأنها نقية سائدة نقية فتدي جيل باكمله بهذا الشكل يبقى دابلو كابتل دابلو سمول واضح ان 100% من هذا الجيل الناتج كان متسع العينين بينما المرأة الثانية كانت لو قلت طبعا انا مش هحلها بقى بس هسيب كنت تحلوها كان الزوج كما هو ضيق العينين يبقى دابلو سمول دابلو سمول وكانت الزوجة الثانية كانت دابلو كابتل دابلو سمول اه متسعة العينين ولكنها كانت هاجين طيب انت عارفين دي بتديني احتمال واحد في الامشاب دي ديني احتمالين في الامشاب وبالتالي ديني 50% دابلو سمول دابلو سمول ضيق العينين 50% دابلو سمول او دابلو كابتل دابلو سمول متسع العينين ما بنحن لهاش لانها خلاص من نوعية المسائل المتكررة او احنا عايزين نحل افكار مسائل كتير جدا فعشان كده مش هنفضل طول عمرنا نعيد في نفس المسألة او نحل فكرة نفسها حتى لو فيها اختلاف طفيف تعالى نشور مسألة رقم 3 بتقول محتمالات صفة مرض ضغط الدم للابناء النتجة من ازواج التالي محتمالات صفة مرض ضغط الدم للابناء نتجة من ازواج التالي كلا الزوجان يعاني من ضغط الدم لكن والد كلاهما كان عاديا لازم نبقى احنا عارفين الاول ان صفة ضغط الدم هي صفة سائدة واللي مش هيحفظ الحتة دي ما يعرفش يخل طيب الزواج الاولاني كان الزوجاني كلاهما زو ضغط مرتفع بيعاني من ضغط الدم لكن والد كلاهما كان عاديا في اتنين الزوج عادي والزوجة تعاني من ضغط الدم وكان والدها عاديا طيب نحلل الاولاني كلاهما ضغط الدم مرتفع فهكتب الزوج كان ضغط الدم مرتفع والزوجة كان ضغط الدم ايضا مرتفع ولان ضغط الدم هي الصفة السائدة فقد تكون نقية وقد تكون هاجين شان كده انا المراضي اعملها هاجين لماذا؟ لان في جسئية في المسألة قال والد كلاهما يعني والد الزوج والد الزوجة كانوا ضغطهم سليم وبالتالي يبقى ده معناه انهما هذه الزوج هذا الزوج وهذه الزوجة كلاهما هاجين طيب نكمل بقى حل المسألة هافترض الضغط وليكن ايه كابتل اللي هو عنده ضغط مرتفع او بي كابتل الى اخره يبقى بي كابتل بي سمون ده ضغط مرتفع هاجين هيجوز بي كابتل بي سمون ضغط دم مرتفع تتوقعوا النسبة كام اكيد لما نحللوا راسيا انتوا عارفينها هتديني 75% ضغط الدم مرتفع 25% ضغط الدم سليم كان نسبة 3 الى 1 وانا شايف انها ما فياش اي مشكلة طيب الزوج التاني كانت الزوجة والزوج الزوج كان عادي والزوجة كان عندها ضغط دم مرتفع وابوها كان سليم يبقى في المسألة رقم التانية الزوج كان سليم تمام لكن الزوجة عندها ضغط دم مرتفع تماما وبالتالي طالما سليم يبقى بي سمون بي سمون لان السليم دايما في الضغط سفة متنحية لايس له سوى احتمال واحد في التركيب الجيني اما ضغط الدم المرتفع في هذه الحالة وكان ابوها زو ضغط دم عادي يبقى هي كانت هاجين شي كده هكتبها بي كابتل بي سمون اكيد التحليل سه هنا بي سمون لكن هنا في احتمال ايه بي كابتل بي سمون دم عده يدي بي كابتل بي سمون دم عده بي سمون بي سمون يبقى انا عندي خمسين في المية عنده ضغط خمسين في المية يعتبر عادي لغاية دلوقتي احنا بنحل في مسائل تتبع قانون من دل الاول ابسط انواع المسائل لكن لو حاب بيدي حاجة فيها نسبة صعوبة بيقول ايه بقى في رقم اربعة في تزاوج بين فردين من زبابة الفكهة الناس لما تشوف زبابة الفكهة تفتكر انه حالة ارتباط طب نقرأ بس بقى المسألة كده ونشوف اجنحتها عادية فنتج 27 فرض مختزل اجنحة تمام وحاجة وتمانين فرض باجنحة عادية يبقى انا عندي اجنحة وتمانين باجنحة ايه عادية من الاقلية السبع وشرية من الاكسرية التمانين طيب الاجنحة العادية سبع وشرية والاجنحة المختزلة كانت اجنحات عادية نتجة 27 فرض مختزلة وتمانين فرض اجنحته عادي ما طبيعة هذا الجين الخاص بالجناح المختزل نشوف هو انتج عدد ايه نتج 27 فرض مختزل طيب 27 دول يعتبر ايه اقل او لا اكسرية لا اقل دول حوالي 25% من الجيد يبقى دول يمثلوا جين متناحي تبقى الاجنحة المختزلة جين متناحي ركبين كده الاجنحة المختزلة يسببها جين متناحي السبب لانه ظهر بنسبة 25% طيب والاجنحة العادية بقى الاجنحة العادية بيسببها جين سائد طيب ما ندي رموز على طول الجناح العادي لو كان ايه كابتل دي بقى الجناح المختزل كان اسمول طيب التركيب الوراثية للابوين والافراد الناتجة اكيد لو كان الفردين يبقى كان عاجي الجناح مع عاجي الجناح مذكر مع مؤنس عاجي الجناح يبقى ايه كابتل اسمول عادية الجناح ايه كابتل اسمول ونكمل حل عادي ايه كابتل اسمول ايه كابتل اسمول ايه كابتل ايه كابتل جناح عادي ايه كابتل اسمول جناح عادي ايه كابتل اسمول جناح عادي اسمول اسمول ده اللي هو يعتبر جناح مختزل يبقى ايه كابتل ايه كابتل ايه كابتل اسمول ايه كابتل اسمول 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 زي ما احنا رتبنا بالاول كل دول كل ده عادي لكن ده اللي مختزل كان يزبع الثلاتة الواحد اللي هم الثمانين إلى الكام الثمانين إلى السبعة وعشرين آخر مسألة هحلها لكم على قانون مندل الأول لكن فيها شوية شزوزة عن القاعدة خاصة بنحل العسل عشان في بعض الطلبة كانت عايزة تشوف طريقة حل دي تعال نشوف مسألة رقم خنسة بتقول إيه ملكة حشرة نحل العسل تحمل صفة متنحية جناح مقوص لقي حد ذكر يحمل الصفة السائدة جناح مستقيم فما هي فرص ظهور الجناح المقوص على النتاج من الزكور وإنس وضح على أسس ورصية هي ليه بقول مسألة دي مسألة فيها شوية خروج عن المألوف لأنها لها علاقة بذكر النحل وانتوا في التقاصر عارفين أن زكر النحل جاي من توالد بكري وبالتالي لما يمثل بصفة يمثل بجين واحد وليس بزوج من الجينات كما كان ينص قانون مندل أو قوانين مندل كلها إذن الصفة تمثل في الملكة بزوج من الجينات بينما في زكر النحل يمثل بجين واحد طب من اللي كانت أجنحته مقوصة الملك وهي الصفة المتنحية ومين اللي كانت أجنحته مستقيمة الزكر وهي الصفة السائدة يبقى الأنسى ملكة النحل العسل أجنحة مقوصة ولأنها صفة متنحية لتها اسمه اسمه أما زكر النحل زكر النحل أعمله كده إيه كابتل بس أجنحة مستقيمة ليه هنا ما استلتها بزوج وليه هنا ما استلتها بجين عشان هنا بزوج من الجينات علشان جاية من بويضة مخصبة وهنا من بويضة غير مخصبة هنا كل البويضات اسمه كل البويضات اسمه كل الحيانات المنوية إيه كتة طب إيه احتمالات إن البويضة دي ممكن لا تخصب هدي احتمال يعني لا تخصب يعني تعمل توالد بكري وفي احتمال إن هي تخصب الأولانية تكاثر لا جنسي والتانية تكاثر جنسي الأولانية صورة خاصة من التكاثر لا جنسي لأنها لا جنسي بتتم من خلال فرض واحد صورة خاصة من التكاثر لا جنسي إنها تتم عن طريق المشيج المؤنس ومن يتم بالمشيج بيبقى تكاثر جنسي إلا في الحالة بتاعة ملكة النحل طب نكمل باقي المسألة ونشوف النتيجة اللي احنا هنقدر نتوصل إليها لو مخصبتش تدي إيه تدي إسمول بس طب إسمول ده زكر ولا أنسى لا ده زكر ليه زكر زكر لأنه ناتج من بويضة غير مخصبة طب أجنحته إيه أجنحة مختزلة طب لو قدخل صبت تدي إيه كابتال إسمو ده إيه أنسى أجنحة إيه أجنحة مستقيمة طيب إحنا هنا عايزين نقول إيه عايزين نقول أن نتذكر في النحل ينتج من بويضة غير مخصبة بينما الملكة والشغالة هتكون أجنحة مستقيمة لأنها بتنتج من بويضة مخصبة زي ما حصلت في المسألة هنا وشفناها على أي أساس بقول ملكة وعلى أي أساس بقول شغالة على أساس طبيعة الغذاء فكلاهما يحمل زوج من الجنان وكلاهما أنسى طبيعة الغذاء اللي بتتغذيها اليرقات والعذارة لكي تصبح حشرات إذا تغذت الغذاء الملكي نضجت جنسيا وأصبحت ملكة قادرة على إنتاج البويضات والتزاوج وإنتاج أفراد جديدة ومن لم يتغذى على الغذاء الملكي تظل لناس عقيمة ليست لها قدرة على إنتاج البويضات وليست لها قدرة على إنتاج أفراد جديدة هكذا الشغالة ومن قبلها الملكة تعال نشوف برضو مسألة أخرى نحدد فيها هي تتبع آني نمط مسألة رقم 6 بتقول في نبات البنجر الجذور المنتفخة يسببها العامل M كابتال سائد على الجذور الضعيفة واللون الأحمر للبنجر R كابتال سائد على العامل الخاص باللون الأبيض خبأ R سمون قوة التراكيب الجينية والمظهرية النتجة من تاجي النباتين والآخر M كابتال M سمون R كابتال R سمون وده طرز الجينية المطلوب نمرة واحد أكتبوا الطرز المظهرية تاعتها بما أنها M كابتال M سمون تبقى الجذور منتفخة جذور إيه؟ منتفخة عشان M كابتال طيب واللون اللون بتاع البنجر أبيض عشان R سمون طيب التركيب التاني M كابتال M كابتال برضو جذور منتفخة ولكن المرة دي اللون بتاع البنجر أحمر هنا في كم احتمال في الأمشاك وهناك فيه كم احتمال في الأمشاك نشوف الأمشاك هنا عندي M كابتال R سمون وM سمون R سمون هنا M كابتال R كابتال M كابتال R سمون M سمون R كابتال M سمون R سمون عملت كده ليه؟ لأنه توزيع مستقل الجنات جنات مستقل واعمل مربع بنت الصغير ده لنتوا عارفينه كلكم وقسموا 3 في 5 أجي 1 2 3 4 وحط التركيب M كابتال R كابتال M كابتال R سمون M سمون R كابتال M سمون R سمون حط دول هنا M كابتال R سمون M سمون R سمون ويني بتيجي نحل ده معده يبقى M كابتال M كابتال R كابتال R سمون جزور منتفخة حمراء تمام؟ ده معده M كابتال M كابتال R سمون R سمون جزور منتفخة لكنها بيضاء M كابتال M سمون R سمون جزور منتفخة لكنها بيضاء جزور منتفخة حمراء جزور منتفخة بيضاء جزور في الحالة دي عكس كلمة منتفخة جزور ضعيفة أو منكمشة نخليها ضعيفة زي مكتوب في المسألة ولكنها حمراء أيضا جزور غير منتفخة أو جزور ضعيفة ولكنها بيضاء هل كده يبقى أنا حليت؟ انتهيت لا لازم أكتب الطرز المظهرية لازم أقول جزور منتفخة حمراء منتفخة بيضاء منتفخة حمراء وهكذا باقي كله زي منتعارفين نبنا اتنين سأطلع الناس كام منتفخ أحمر واحد اتنين تلاتة كام واحد منتفخ أبيض واحد اتنين تلاتة تلاتة إلى تلاتة كام واحد ضعيف أحمر واحد كام واحد ضعيف أبيض واحد تبقى النسبة تلاتة إلى تلاتة إلى واحد إلى واحد انت تعرفين عني تلاتة ايه؟ اكتب اصادها تلاتة جزور منتفخة وحمراء والتلاتة التانين جزور ضعيفة وجزور منتفخة وبيضاء لكن الاتنين التانين جزور ضعيفة منهم واحد كان أحمر ومنهم واحد كان أبيض أنا طبقت مسئلة دي موجودة في كتاب الوزارة ونهتم بكتاب الوزارة وأول ما نبتجي نشتغل نشتغل من كتاب الوزارة وبعدين أنا عارف من كمية الأسئلة والمسائل في كتاب الوزارة ما تقدرش تحق تديك المستوى اللي انت محتاجه وعشان كده بنستعين بمسائل أخرى وأسئلة أخرى من مصادر متنوعة ومختلفة ومشاء الله عندنا مصادر كويسة سواء كانت ما تبستغل وزارة الوزارة تعليم من أسئلة أو من مسائل أو امتحانات التجربة وكذا بالإضافة طبعا إلى كتاب دليل التخويم إذا كان متواجد مع بعض الطلبة أيضا بيحتوى على مجموعة متنوعة من الأسئلة تعالوا نشوف بعد كده سؤال آخر بيقول إيه؟ في الإنسان نقرأ المسألة كده رقم 7 مع بعض في الإنسان جين اللون الشعر الداكن بي كافتل سائد على جين اللون الشعر الفاتح كما أن جين صفة الشعر المجعد أر كافتل سائد على جين الشعر الناعم ما هي الطرس جينيو المظهر الأبناء إذا كان تركيب الأبوين بي سمول بي سمول أر سمول أر سمول بي كافتل بي سمول أر كافتل أر سمول واضح جدا يا مسألة مباشرة ما فيهاش مشكلة لكن ابتدي اكتب الاول الطرز المظهرية والطرز الجينية للزوج ولي الزوجة الزوج كان تركيبه الابوين ايا كان بقى بي سمول بي سمول ار سمول ار سمول بي سمول بي سمول معناه ان الشعر فاتح و ار سمول ار سمول املس يبقى ده فاتح و املس الزوجة كانت بي كابتل بي سمول ار كابتل ار سمول كان اللون داكن لو اللون السود في الشعر وكان مجعد ممكن تزعل مني بس ما فيش مشكلة نحن نعكسها هنا عنج احتمال واحد لكن هنا عنج اربع احتمالات بي كابتل ار كابتل بي كابتل ار سمول بي سمول ار كابتل بي سمول ار سمول دول الاربع احتمالات دا مع دا غير دا مع دا غير دا مع دا غير دا مع دا بي سمول بي كابتل بي سمول ار كابتل ار سمول زي امه داكن مجاعد سواء كان بنت أو ولد ده مع اللي بعدي بي كابتل بي سمول أر سمول أر سمول المراجي داكن بس أملس تالت بي سمول بي سمول أر كابتل أر سمول المراجي أملس بس آسف فاتح ولكنه مجاعد وبعدين آخر واحد بي سمول بي سمول أر سمول أر سمول واضح لده فاتح وأملس شين كده النسبة هنا أقدر أقولها واحد لواحد 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 فهي تمثل حالة سيادة تم تمثل حالة قانون مندل التاني تمثل حالة جينات مستقلة لكن أنا نمط بالنسبة لي النمط اللي أنا بدرسه ما أقولهش بقى لقانون مندل ولا جينات مستقلة أنا بقول عليها حالة سيادة تم طب بيدرس كم زوج من الجينات كان بيدرس زوجين المنشينات سيادة تم يسود جين على الآخر وده اللي قاله قانون من دل الثاني ومن قبل قانون من دل أول لما كان بيدرس زوج واحد من الصفة تعال نشوف مسألة تانية أيضا بتدرج واحنا ماشيين البسيط إلى الصعب المسألة رقم 8 بتقول إذا كان طول الديل واللون الأسود سائدان على قصر الديل واللون الأبيض في القطة فإذا حدث التزاوج بين قط طويل الزيل أبيض اللون مع قطة قصيرة الزيل سوداء اللون فأعطت نتائج التالية في الجيل الأول 25% قصير الزيل أبيض 25% قصير أسود 25% طويل أبيض 25% طويل أسود فصر هذه النتائج على أسس وراثية سهلة أوي الطول في الزيل واللون الأسود سائدين على القصر واللون الأبيض أكيد التزاوج اللي تم بين طويل الزيل وأبيض اللون نكتب الأول وليكن الزكر الزكر طويل الزيل أبيض اللون القطة القطة كانت قصيرة الزيل قصيرة الزيل واللون بتاعها كان أسود طيب مبدئيا الزكر يملك صفة سائدة وصفة متنحية طب ماذا سائدة طول الزيل طب هل طول الزيل كان نقيا الإجابة لا بي كابتل بطرد طويل ممكن تي كابتل أو بي كابتل مش مشكلة بي كابتل بسمول وبعدين أبيض وأسود الأسود سائد معيشي إحنا هنغير الصيغة بدل من خليه طويل الزيل بي كابتل بسمول هنخليها أي رموز تانية غير البي علشان نغير بس الورقة ونعمل لها بشكل آخر لو استخدمت رموز من عندي أوضح الرموز دي إيه يبقى كان الزكر هنا طويل الزيل وأبيض الطرز الجيني بتاعه هنستخدم في الطويل تي كابتل تي سمول وأستخدم الأبيض عكس الأسود يبقى بي كابتل يبقى بي سمول بسمول ليه؟ لأنه الأبيض هو الصفة المتنحية مع المؤنس القطة كانت قصيرة صفة قصيرة الزيل ولكنها سوداء القصيرة صفة متنحية فرمصتلها تي سمول تي سمول أما السوداء فهي بي كابتل بسمول ليه الصفة السائدة هنا تي كابتل تي سمول عملتها هاجين عشان تديني تنوع زي ما شفت طلع أربع فئات وكزي هنا بالظبط في كم احتمال عندي في كم احتمال عني هنا تي كابتل بسمول تي سمول بسمول تي سمول بي كابتل تي سمول بسمول ده البي وده الجي ده معده تي كابتل تي سمول بي كابتل بسمول جمع من الصفاتين السائدتين الديل طويل واللون اسود اللي بعدي ده معده تي كابتل تي سمول بسمول بسمول طويل الزيل ولكنه أبيض ده معده تي سمول تي سمول بي كابتل بسمول يعتبر قصير الزيل واسود عشان بي كابتل ده مع الأخراني يبقى تي سمول تي سمول بسمول بسمول قصير الزيل وأبيض ده الجيل الأول وبالتالي عندي 25% زي ما قالت في المسألة 25% 25% 25% كنسبة 1 لواحد 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 يبقى ما عندناش مشكلة في حل المسائل خاصة إذا كانت مسائل سهلة طب إحنا متوقع عندنا كم مسألة على الأقل على الأقل 3 مسائل 3 مسائل من كم نمط عندي عندي 11 نمط وراصي أو منصع عندي 11 صيغة سؤال في المسائل أفكر قويهم قانون مندر الأول وقانون مندر التاني والطلقاح الاختباري ده كان في الفصل الأول هذه والجينات الندم السيادة أسف الندم السيادة والجينات المتكملة والجينات المميتة وتعدد البدائل والارتباط التام والارتباط الغير تام أدي 6 في الفصل التالي وتلاتة يبقى 9 وعندنا في الفصل التالي صفات مرتبطة بالجنس وصفات متأثرة بالجنس 11 عشان كده بقول نحل قبل الامتحان على كل نمط مسألتين بس مسألتين في 11 رأس سؤال أو 11 موضوع يبقى أنا بحل 22 مسألة وحل عليهم كمان 8 مسائل متنوعين تجمع ما بين المط مختلفة يعني لو أنا عملت النفسي 30 مسألة حلتهم بما يرضي الله طول كافين قوي ما يخرجش عنهم أي مسألة من مسائل الامتحان لأنك تكون كل الأفكار تقريبا أنت عملتها تعالي نشوف سؤال آخر أو مسألة أخرى من مسائل حلقة اليوم بيقول اكمل الجدول التالي طبعا الجدول ينقصه بعد البيانات طيب لو أنا حطيت الأربع احتمالات اللي فوق بحطها لأي أساس بحطها لأساس small 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 يبقى هنا small 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 وبكتب هنا زي ما أنتم عارفين small small خلاص خلاص حددت الأولانية small small ليه دي وحددت دي small small عشان طلع small 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 طبعا دي بالنسبة لي مجهولة لسه لكن أنا حددت هنا small small طب هنا في small small يبقى نحط فوق هنا كام a capital small b capital يبقى مجموعة الرموز اللي عندي أقدر أسددها في الجدول المطلوب وأنا شايف أن ده نمط سهل جدا أخذت بالكم من الجدول أنا بعمل إيه بكتب طرز المظهره هو وتحتي الطرز الجين شايفينه يعني ما أقول هنا أزهار كرموزية طرفية ده المظهري و small small b capital b small نشوف مجموعة مسائل أخرى زي مسألة رقم عشر المسألة رقم عشر تعاني قراءه بيقول لديك ديك أندلسي أسود اللون ودجاجة بيضاء وضحها لأسره ساي كيف تحصل على دجاج أزرق اللون فقط ودجاج نصفه أسود ونصفه أزرق أنا عندي إيه في الأول أنا عندي ديك أسود ودجاجة بيضاء يبقى اديك المذكر لونه أسود والدجاجة بيضاء أول ما يقول لي دجاج أندلسي أعرف من جهة حالة نعدام السيادة ما اكتبش الرموز اللي أنتو تعملوا في مندي التمالي يعني الإسود لو قلت هنا بي كابتل بي كابتل ما ينفعش الأبيض أقول عليه بي سمول بي سمول ليه؟ لأن أنا خرقت من نطاق السيادة التامة أنا انتقلت مرحلة تانية اسمها من عدم السيادة فكل واحد أولى برامزه وجعلنات التزاوج وده البي هنا عندي بي كابتل هنا عندي دابلو كابتل ده الجميع لما بجمعهم مع بعض بيجيني بي كابتل دابلو كابتل ده الجيل الناتج عندي مية في المية يعتبر إيه بقى؟ اللون الوسط اللي ما بين الأسود والأبيض بالنسبة لهذا النوع اللي هو ما بين الأزرق والرمادي الناس بستغرب أو زي أزرق بيطلع ما بين الأسود وإحنا بنعملش خلطة ألوان ولكن هي صفة جديدة تظهر على الجيل الناتج طلعت مية في المية طب هو في المسألة التانية طالب حاجة تانية طالب جيل نصفه أزرق ونصفه على موضوع أسود أسود وأزرق طب عشان أختار من المسألة دي أفراد أطلع بيها أسود وأزرق يبقى لازم أخذ وليكن أسود بي كابتل بي كابتل وبعدين هو عايز نصفه كده ونصفه كده وأخذ بي كابتل دابلو كابتل من الأبناء وحيل يعني إزاي أخذ وليكن نفس الزكر ده اللي هو هيبقى أسود وحديله بي كابتل بي كابتل وهاخذ الأنسة بتاعته من الأفراد الجيل الأول هتكون أزرق اللي هي بي كابتل دابلو كابتل وأكمل حل عايزي خلاص يبقى أنا حليت مثال على حالة إنعدام السيادة مباشرة ما فيهاش فيها أي فكرة كلام مباشر عشان كده بقول إذا كانوا هناك ثلاث مسائل فهتكون مسألتين مباشرتين على الأقل ومسألة منهم تحتوي على فكرة ومش فكرة صعبة يعني لازم تكون فيها مثلا مماطين مع بعض لازم تكون فيها حاجة شزة شوية يعني ما كنت أتكلم أتكلم مثلا على صفة تمثل في الفراشات صفة تمثل في طائر من الطيور مرتبطة بالجنس عشان أخليك تعملي الزكر XX والأنسة XY لأن أعلم تماما أن ده بلخبطكم فهو اللي بيحط الامتحان بيحط كل الأفكار تقريبا بعيز بيصنف بيحط أفكار لذات المستوى لذات المستوى المنخفضة أو الضعيفة أو المتوسطة وأيضا لازم يكون للأقوياء والمفكرين والمبدعين نصيب من ورقة الامتحان وده ميزعال شاحت لأن أنا مفروض أصنفكم أو مفروض مش أنا اللي بيضع الامتحان مفروض أنه هو بيصنف الطلبة حسب مستويات فلازم يكون الامتحان موجود لكل المستويات وما ينفعش أعمله مستوى متوسط ما ينفعش متوسط ده يبقى ما بيحقق ليش الرغبة اللي أنا عايزها ومش هيعمل التضرب في المستوى وحتساوى كل اللي هو ما بعض المتوسط حيبقى كله زي بعضه تعال نشوف نوعية أخرى من المسائل بتقول في نوع من أنواع النباتات تم عدة تزوجات وأعضت النتائج التالية في نباتات ذات أزهر تم التزوج بالنباتات ذات أزهر تعال نشوف الأزهار اللي موجودة عندنا أعطت إيه ونشوف الكلام كان فيه أزهار حمراء تم تاجينها مع برتقالية فطلع أحمر إلى برتقالي كان يزبت كام بيه 25 230 تكاد تكون واحد لواحد ما استفدتش من الأولى حاجة نقرأ الثانية ولما كان بيهجن برتقالية مع برتقالية كان بيطلع أحمر 43 أصفر 43 89 برتقالي تخدت بالك كم طرز مظهري طلع 3 برتقالي وأحمر وأصفر في المسائلة رقم 3 لما كان بيزوج أحمر مع أصفر كان ناتج 120 برتقالي سفة جديدة تبقى دي مسألة إيه من غير ما بتدي أتكلم أنت واضح أن هي حالة انعدام سيادة واضح أن الأحمر والأصفر هما الصفتين المتضديني واضح أن اللون البرتقالي هي الصفة الجديدة الوسط وبالتالي لو أنتو خطب لكم من المسألة وأنها واحد لواحد ما حقق ليش الرغبة في أن أنا عرف فيها إيه لكن المسألة التانية لو أنا بصيت عليها هلاقي الأحمر يساوي تقريبا الأصفر بينما اللون البرتقالي الضعف وبالتالي النسبة كانها واحد الاثنين لواحد وده اللي حصل في حالة انعدام السيادة ولما كان بيزوج الأحمر مع الأصفر كان بيزيني 100% برتقالي صفة جديدة وشان كده هنحللها ورصيا وحبتدي من ثلاثة مش من واحد هبتدي من ثلاثة لكن في المسألة وإنت في الامتحان بتحلي طبعا الطريقة اللي تعجبك بتحلي رقم واحد الأول اثنين بعدها تجي تلاتة تجي تلاتة قبل واحد بس ترقبني المسألة عشان أقدر أعرف أنت تقصد أيني مسألة من المسائل وتكتب الطرز المظهرية وتحدد لي تجي حالة انعدام السيادة تعال نشوف مع بعض المسألة دي بتقول إيه بتقول بقى الأحمر أو هاخد رقم واحد على طول الأحمر R-capital R-capital ده الأحمر ويه الأصفر Y-capital Y-capital ده الأصفر طب اخترت رموز مختلفة ليه لأنه فيش عندي سياد ومتنح هنا عندي كله احتمال واحد R-capital كله احتمال واحد Y-capital ده مع ده كله برتقالي R-Y كله جيل الأولاني 100% كان برتقالي في المسألة التانية كان برتقالي مع برتقالي نشوف لما أخد برتقالي مع برتقالي في المسألة رقم اتنين يبقى R-Y مع R-Y تعرفين طبعا طريقة الحل R-Y R-Y R-R أزهار حمراء طلعة 43 فرد R-Y R-Y ده مع ده وده مع ده دول طلعين 89 برتقالي وبعدين Y-Y ده الأصفر شين كده كتبت ده أحمر وده برتقالي وده أصفر كنسبة 1-2-1 أو بالأرقام اللي هو حطط مسألة الأولانية لما كان بيزاوب أحمر مع برتقالي كانت النسبة تطلع 1-1 شين كده ممكن نحلها وما فيش فيها أي مشكلة أنا بقول أن مسألة العدام السيادة هي مسألة هدية أنا بقول قانون مندل الأول قانون مندل التالي الطلقاء الاختباري حالة العدام السيادة أربع أنماط المسألة فيهم تمثل هدية للطلبة وليست فيها أدنى مشكلة فيش فيها أي فكرة تتكون صعبة بإذن الله تعالي نشوف حالة جينات متكملة واخدينه درجة بدرجة ماشيين سلمة بسلمة علشان كل الناس تقدر تستفيد من الحلقة بتاعت النهاردة في الجينات المتكملة أكتبوا الترز الجينية المحتملة نباتات بسلة الظهور التالية نباتات بسلة زهور ذات أزهار بنفسجية ونباتات بسلة زهور ذات الأزهار البيضاء عايزين الترز الجينية طب ما تيجي نكتب في ورقة كده بره نحدد الترز الجينية معمولة إزاي أفكركم بي اللون البنفسجي واللون الأبيض من فيهم الصفة السائدة من فيهم الصفة السائدة جي سائدة جي متنحل طب الصفة السائدة لها كام ترز جيني نعد كده مع بعض حلقيهم أربع ترز جينية أربعة نقولهم ولكنها طلع صفة متناحية غاية في الغرابة لها خمس طرز جينية مختلفة إهم إسمول إسمول بيسمول لو أنا كتبت التسعة دول أقدر أحلي أي مسألة دي عشان ما نضيعش فيهم وقت كتير تعال نقول النسب والمسألة يعني ايه حبص على التركيب الجينية اللي احنا حطناها ونقول رأس المسألة ونختار بناء على حاجة معينة في دماغنا مش احضر عمل تبادل وتوفيق حنبتدي الجزئة الاولانية اللي هي الازهار البيضاء معان تعال نشوف الازهار البيضاء معان على الورقة ايه اللي يحصل اذا تازا وجا فرضان كلا هما ازهارهم بيضاء فجاءنا الجيل الناتج باكمله 100% بنفسجي طيب ما نسيج نبص تاني على الورقة ونشوف مين فيهم اللي ديني 100% بنفسجي ابص على الاقي ان الترز الجيني الاولاني والترز الجيني التاني شايفين دول هما دول اللي يدوا 100% بنفسجي الصفة استلاقيت خلاص بقيت خلاص عرفت دي ركنها بقى على جنب جاءت مسألة تانية في الازهار البيضاء حتى استهجين بين نبتين كلا هما ازهارهم بيضاء فكانت نسبة الجيل الناتج واحد لواحد اخد التانية مع التالتة يبقى التانية مع التالتة كان نسبة واحد الى واحد 50% بنفسجي 50% ابيض جاءت لي مسألة تالتة حتى استهجين بين ازهار بيضاء وازهار بيضاء فكانت جيل الناتج 75% ازهار بيضاء 25% ازهار بنفسجية اجوز التالت اعمل تهجين بين التالت والرابع لو عملت من التالت والرابع يديني تلاتة ابيض لواحد بنفسجي قعد بقى جرب انت مع نفسك حتى تلاقيك ان انت فعلا صح وفي شيء مشكلة يبقى انا حاليت تم مسألة على الورق اللي قدامكو حاليت تلات مسائل ابيض مع ابيض يدي 100% بنفسجي ابيض مع ابيض يدي واحد لواحد ابيض مع ابيض يدي 75% ابيض 25% بنفسجي بنفسجي طب نشوف كمان مسألتين مختلفتين كده في البنفسجي بقى مراتي بيقول احد استهجين بين بنفسجي وبنفسجي طلع 9 بنفسجي ل7 ابيض يعني كان فرد يعني 16 فرد 16 فرد دي متحققهاش الا تركيب جينية من التي تنتج اربع انواع من الامشاك عشان اقدر اعمل الجدول اللي من 16 طب نبص تاني على الرسم ونشوف او المخطط اللي قدامي ونشوف اي التركيب البنفسجية اذا تم التهجين فيما بينها بنفسجي مع بنفسجي تنتج 9 بنفسجي الى 7 ابيض هاختار اخر شكل بالنسبة لي من التركيب اللي هو ده يبقى ده حيديني ايه بقى؟ حيديني 9 بنفسجي الى 7 ابيض شايفين؟ 9 بنفسجي الى 7 ابيض عظيم طب لو قال لي مسألة تانية حدث تهجين بين اظهار بنفسجية واخرى بنفسجية الاثنين ساقيدي فاعطت 75% بنفسجية و25% ابيض اختار انا اتنين من البنفسجية مصو بقى معايا برضو على الرسم تاني هاختار اما التركيب التاني اللي هو اي كابتل اسمول بي كابتل بي كابتل او اختار التركيب التالت اللي هو اي كابتل اي كابتل بي كابتل بي سمول في الاحتمالين الاثنين دولت هيدوني كام هيدوني في الاثنين الاثنين مسألة واحدة هيديني 3 بنفسجي الى 1 ابيض وده برضو هيديني 3 بنفسجي الى 1 ابيض يبقى انا حليت مسألتين عشان هطلع منهم الصعوبة فين بقى كده احنا علينا خمس مسائل الصعوبة لو قال لي حدث تهجين بين بنفسجي وابيض وفيه اربع نسب النسبة الاولانية لو قال لي 3 الواحد 3 بنفسجي الى 1 ابيض او قال لي 3 الواحد 3 ابيض 1 بنفسجي او قال لي 1 الواحد بنفسجي الابيض او قال لي 5 الى 3 5 ابيض ل3 بنفسجي يبقى عندي كام مسألة عندي اربع مسائل رأسها واحد حدث تهجين بين نباتات تحمل بنفسجية واخرى بيضاء فكانت النتائج كالتالي نتيجة الاولانية ممكن تطلع 3 الواحد بنفسجي الابيض نتيجة التانية ممكن تبقى 3 ابيض لواحد بنفسجي نتيجة التالتة ممكن تبقى 1 الواحد نتيجة الرابعة تبقى 5 ابيض ل3 بنفسجي نتيجة نختار عدد من هذه الاشكال لتحقق اللي النتائج اللي انا قلتها تعال اقول اولاني انا عايز 3 الواحد ثلاثة ابيض لواحد بنفسجي بص على الرسم كمان مرة خد اخر واحد هنا مع اخر واحد هنا ده البنفسجي وده الابيض يبقى نسبة كامل مرة دي من نسبة 3 ابيض لواحد بنفسجي طب لو قل لي 5 ل3 يعني ايه 5 ل3 يعني 5 ابيض و3 بنفسجي يعني انا عايز ايه يعني انا عايز تركيب ديني 4 احتملات في الامشيج وتركيب ديني احتملين خدت بالكم يبقى انا اخد ديني معindi اهي ده حيضيني 4 احتملات وده يديني احتملين يوم يديني هنا 5 ابيض و3 بنفسجي طب لو قال لي حدث تهجين فأعطت نسبة واحد لواحد يعني واحد لواحد يعني النص والنص عايز تركيب يديني احتمال واحد في الأمشاج وعندي تركيب يديني احتمال طبعا دي قلنا A capital A capital B small B small معانيش احنا هنخلي دي احنا بس سفناها شوية كده B capital B capital دي ايه كده تمام دي عشان تبقى المعلومات بتاعتنا سليمة طيب بنيجي بقى في اللون الأبيض واللون البنفسيجي عايز المسألة اللي هي تحقق لي واحد لواحد لو أنا خدت تركيب من ده يديني احتمال لين أخد تركيب ده يديني احتمال واحد يعني لو زوجت مبين ده وده يديني واحد لواحد ونحله A capital B capital small B capital وحلوه معدية يديني نسبة واحد لواحد طب لو أنا زوجت ده معده تمام في الحالة جيه هيديني المرة دي ثلاثة بنفسيجي إلى واحد أبيض يبقى أنا المخطط البسيط السهل اللي أنا عملته دلوقتي عارفين ده يمثل عندي كم مسألة مختلفة تسع مسائل خدها كده زي ما هي وتيجي حلوهم تسع مسائل ثلاثة كنت بزوج فيهم أبيض مع أبيض فكان بيديني نسب مختلفة واثنين كنت بجوز بنفسيجي مع بنفسيجي كان بيديني فيها نسب مختلفة فدي خمسة واربعة كانت بنفسيجي مع أبيض كد بيديني أربع احتمالات مختلفة هم دولي التسع احتمالات اللي عندي اللي يمكن تيجي حاجة مختلفة عن التسع دولة تقولي هحفظهم؟ لا ما تحفظهمش حاول تتقبلهم كده ولو حبيت تجرب واحدة جربها بالألم الرصاص وإذا أخطأت في النتائج ارجع بصرحة بصرحة وعيدها تاني قبل ما أن أنت تكملها بتباني المسألة كنت أنت ماشي في الاتجاه السليم أو ماشي في الاتجاه خطأ أجنيات المتكاملة قد يعتقد البعض منكو أنها صعبة لكنها مع التكرار والحل والاستمرارية أنا بقول مسائل الوراصة ما ينفعش تنقص فيها ولا ربع درجة لأنها مضمونة وعلى فكرة درجة كل مسألة لا تقل عن ثلاث درجات فأعلم أنه مش أقل من تسع درجات ويمكن أكتر تصل إلى اتناشر درجة وهي تمثل خمس درجة الستين دول يمثلوا مسائل الوراصة فيه ناس تقول لي مسائل صعبة أنا لغاية دلوقتي وإحنا بنحب ما قبلناش مسألة صعبة وعملت لك المخطط بتاع الجنات المتكاملة ده علشان لأي حد واجد صغوبة في حل الجنات المتكاملة يقدر يستخدم المخطط ده وإشان كده بقول احتفظوا المخطط ده كويس جدا وإن شاء الله موفقين في حل المسائل تعالي نشوف مسألة أخرى بقى بيقول في مسألة رقم 16 في بعض أنواع من الماشية مية رقم 16 خلاص احنا عدنا كتير من مسائل كلها على المربع اللي احنا كنا بنشرحه نقرأ 16 بتقول ايه في بعض أنواع الماشية حدث تزاوج بن زكر قصير الأرجل مع أنسة قصيرة الأرجل فكان الناتج كله بنسب 100% طويل الأرجل خلي بالك بقى قصير مع قصير يد طويل وحدث تزاوج بين قصير الأرجل مع أنسة طويلة الأرجل فعضت 3 قصير إلى 1 طويل أولا أنا عايز أقول لكم أن الطول في الماشية الأرجل هو السائل طولي بس انت عرفت منين أقولي أنا بدي تمثل جينات متكاملة فلما حدث بين قصير وقصير أعطى الطويل طولي طب ما يمكن العكس يعني القصير هو السائد تمام أنا معاكم طب لو قصير وقصير سائد مع سائد يدي 100% متنحي طويل لا طبعا إذن هي مش مسألة من دي لي حسن ما أنتم فهمين يبقى أو أنتم معتقدين يعني إذن أنا عرفت المسألة من يدي مع أن المسألة ما تقالتش قال لي تزاوج قصير مع قصير أنتك طويل ومعدش أقال لي من السائد ومن المتنح طب أجربها طب لو خدتها قصير مع قصير صفات سائدة حتى لو كانت كلاهما نقيا أو حتى كان كلاهما هاجين ما يدينيش 100% صفة متنحية أقصى تقدير ممكن الدهوني لو كان القصير كلاهما هاجين واعتبرت أن الطويل هي الصفة المتنحية مثلا يعني كانت تمثل هي 25% طب العكس طب لو اعتبرت ادنين متنحيين قصير مع قصير يدي 100% طويل الصفة السائدة آه متى في حالة الجنات المتكملة فقط بعيدنا عن قانون من دي طب ما تيجي نحلها بالمرة عشان نبقى عملنا أكتر من احتمال إحنا عندنا ما شيئة كانت الأرجل بتاعتها قصيرة الأرجل مع قصيرة الأرجل قصيرة الأرجل وقصيرة الأرجل A-capital A-capital بس B-smool B-smool A-smool A-smool B-capital B-smool أبي капital B-capital هنا A كابتل بي سمول هنا A سمول بي كابتل ده البي وده الجين ده مع ده حديني A كابتل اسمول بي كابتل بي سمول الجين الأولاني 100% طويل الأرجل لماذا؟ لأنه اكتمع جين سائد في الزوج الأول مع جين سائد في الزوج الثاني فصهرت الصفة السائدة مسألة الثانية فيها بتقول فتزاوج أيضا بين زكر قصير الأرجل مع أنسة طويلة الأرجل فعطت ثلاثة قصير إلى واحد طويل لو ما استخدم طويل مع قصير القصير كلكم تقدروا تقولوا أفضل اسمول اسمول بي سمول بي سمول عشان يديني احتمال واحد والطويل A كابتل اسمول بي كابتل بي سمول لأنه عندي الأغلبية هو طويل الأرجل فأعطت ثلاثة قصير الأرجل حللوا دي الأربعة حللوا دي الواحد هتديكم النسبة اللي في المسألة اللي بتقول نسبتها ثلاثة إلى واحد خلاص يبقى احنا في السؤال دوت مهم جدا أعزائي الطلبة نحن نقدر نحدد النمط الوراثي اللي أنا بحله هل هي جينات متكاملة هل هي جينات مميتة هل هي تعدد بدائل إلى أخره من هذه الصفات عشان كده بنقف عند هذا المثال أو هذه المسألة ونكون كده قد رجعنا مع بعض قانون منذ الأول قانون منذ الثاني تلقيح الاختباري وانعدام السيادة وجينات المتكملة في حلقة اليوم ونتمنى في حلقة قادمة أن نستكمل باقي مسائل الوراثة للموضوعات المتبقية أعزائي طلبة الطلبات السنة العامة نتمنى لكم التوفيق دائما والنجاح ودوام التفوق والسلام عليكم ورحمة الله شكرا